عقدت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين صلونا نقاشيا بعنوان مباشرة الحقوق السياسية باعتبارها حقا يكفله الدستور لكل مواطن وتطرق النقاش إلى الحديث عن تشكيل المجالس البرلمانية وتشرعات المنظودة حاليا والتي تنظم مباشرة الحقوق السياسية كانت التنصقية قد أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الصلونات النقاشية بشكل يومي مع المتقصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني النهاردة كان الحضور من مختلف الأحزاب السياسية وناس مستقلين وناس طلب الجامعة في اتحاد الطلبة بدنا النهاردة بنتناقش في القضية النهاردة تناولنا بعض النقاط الهمة منها لجنة العفو الرئاسي منها التعددية الحزبية في مصر منها قانون الحياة السياسية نفسه والانتخابات هيمشي ازاي والدوائر الانتخابية تكلمنا برضو هل اندماج الحزاب فيما بعد الحقيقة الجلسة النهاردة كانت جلسة سرية جدا كانت من ضمن جلسات الحوار الوطني اللي بتعدي ليه التنصائية ضمن محور المحور السياسي قانون مباشرة الحقوق السياسية وكانت الجلسة سرية جدا كان فيه تنوع كبير جدا من الحاضرين كان فيه مناقشات حوالين مواضيع المباشرة الحقوق السياسية مواضيع تطرق لحاجات بدايات انه الحيثيات اللي محتاجة ان يبقى فيها حياة سياسية موجودة ويبقى فيه تطور للحياة السياسية تليك بالجمهورية الجديدة